السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا خبرين النهاردة مش خبر واحد بس قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نصلي على مسيدنا محمد الله ونصلي على سيدنا محمد وما ننساش شاركة نعمل لايك ونشترك في القناة علشان يوصلينا كل الجديد من الفيديوهات ان شاء الله والخبرين النهاردة الخبر الاولاني وهو عن عودة مصطفى شاب الجزائري في مقتبل عمره واجاب زوجته الاوكرانية معهم اتجاوز زوجة الاوكرانية جابها معاه للجزائر علشان طبعا الحروب الاوكرانية والزروف الاوكرانية فيها فجابها على الجزائر وهي طبعا فرحانة جدا جدا انها جات معاه على الجزائر وانفضت من المولد اللي هناك ده والحروب اللي شغالة هناك رب يسطر وخلصنا من الموضوع ده على خير يا رب كل الناس توصل لبيوتها سلمة غنمة بإذن الله تعالى والخبر التاني معاهنا النهاردة حد اللعيبة في الكاميرون بيقول ان احنا انا نفسي اتقاهل بقى واطلع واقابل للمنتخب الفرنسي عشان احنا لنا عنده طار كده من الاخر وعايزين ناخده فالموزيع سأل وقال له وانت اصلا لعبت الاول بمعه ماتش الجزائر علشان تبقى تقول ان انت عايز تلعب مع المنتخب الفرنسي فقال كده كده الجزائر احنا هنكسبهم هنكسبهم مفيش مشكلة وهنكسبهم كمان على ارضنا قبل حتى ما نروح الجزائر انا عايز اقول لك مين اللي قال حضرتك كده انا مش بدافع عن الجزائر ولكن الجزائر في كرة القدم معروفة ان هي من اكفى يعني الفرق اللي بتلعب كرة القدم كويسة جدا وفيها لعيبة كويسة جدا 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 ازاي انت بتقول كده يعني وانتو خسرتو اصلا كمان في افريقيا حضرتك جايب كل الصيقة دي منين وطبعا احنا بنتمنى الفوز لكل البلاد العربية ان شاء الله ونتمنى الفوز طبعا للجزائر على الكاميرون ونتمنى الفوز لمصر على السنغال بأمر ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله لان دايما العرب واللعيبة بتوع العرب سواء مصر الجزائر اي دولة من الدول العربية بيشرفوا بلادهم دايما كده علشان في حمية كده وحميسة في القلب ان شاء الله شوف حضرتكم على الف خير يا ربي فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة شكرا للمشاهدة